كشفت إدارة نادي الطلبة عن سر تراجع المدير الفن السابق للفريق الكروي أيوب أوديشو عن تسلم مهمة تدريب الأنيق بعد التعاقد معه الرسمية لقيادة الفريق للموسم المقبل والتي كان بسبب ما أسماها الخلافات المالية أمين سر نادي خالد هادي أوضح أن أوديشو طالب بتزديد السك المحرر بمبلغ 90 مليون دينار عن الموسم السابق وبيّن أن جهودا كبيرة بوضلت من أجل تقريب وجهات النظر بين أوديشو ورئيس النادي علاء كاظم قبل توقيع العقد وفي سياق المتصل أكد هادي أن إدارة النادي اجتمعت لمناقشة تسمية المدرب البديل لخلافة أوديشو مشيرا إلى وجود خمسة مدربين على طاولة النقاش هم كل من باسم قاسم وحكيم شاكر وصباح عبدالجليل وجمال علي فضلا عن مدرب روماني لم يكشف عن اسمه